تفقد اليوم محافظ جنوب سيناء خالد فودا استعدادات مدينة طابة للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وذلك في الذكرى الثالثة والثلاثين لاسترداد طابة تفقد المحافظ ساحة العلم وموقع الاحتفال الليلي أمام قلعة صلاح الدين ومسجد السلام لنقل شعائر صلاة الجمعة الموافق الثامن عشر من مارس وأكد فودا على ضرورة الظهور بالمظهر اللائق المشرف أمام ضيوف المحافظة بشكل عام وتم وقف الإجازات بمدينة طابة ابتداء من يوم العاشر من مارس حتى نهاية الاحتفال ورفع درجات الاستعداد بالمحافظة لاستضافة الضيوف والتجهيز لمراسم رفع العلم يوم الثامن عشر من مارس كما قام فودا بأول زيارة لقريتي رأس النقب والنقب عقب انضمامهما إلى محافظة جنوب سيناء وعقب ترسيم الحدود بين محافظتي شمال وجنوب سيناء نعمل زيارة يعني ميدانية لمدينة طابة مدينة العزيزة علينا اللي استردناها طبعا بالتحكيم الدولي وإحنا بنعديش الحدث ده أو التوقيت ده بنجير ما نعمل احتفالية كبيرة فإحنا هنعمل العيد الثلاثة وتلاتين إن شاء الله يوم تمنتاشر تلاتة يوم الجمعة تمنتاشر تلاتة ممتد معانا للسبت تسعتاشر وممتد معانا وقبل كده من يوم الخميس بدء وشور الضيوف ترجمة نانسي قنقر